المدارس المعلمين والمعلمات لهم دور كبير خاصة مثلا مدرسات اللغة العربية تكون هناك بعض المسابقات التي تدعم الطفل من هذه المسابقات مثلا كتابة القصة القصيرة فبعض الأطفال بالتعاون مع أولياء الأمور يكتبون قصص رائعة وبسيطة ويرسمون هذه القصص فهذه المبادرة تساعد الطفل وتكون فيه نوع تشاركية بين أولياء الأمور الأسرة وأيضا المدرسة هناك أيضا على مستوى المجتمع أغلب المكتبات في الشارقة وفي دبي وأغلب إمارات الدولة دائما تشجع مبادرات كثيرة على الكتابة والقراءة الرسم معارض الكتاب الموجودة على مستوى الدولة في بعض المدارس تقوم مثلا ببعض الأفكار الجميلة مثلا التاجر الصغير معارض الكتاب فالطفل يذهب إلى مثلا معارض الكتاب ويختار الكتب والقصص التناسبة وتناسب الفئة العمرية يعني هو ممكن يتخيل شو أطفال اللي بفئة العمرية شو اللي يحبون يقرونه فهو ممكن يشتري ويرجع مثلا يبيع للأطفال أيضا بعض المشاركات الجميلة هي الكتب القديمة إذا كان طفل مثلا في كتب عنده قصص قراءها ممكن هو يرجع مثلا يعيرها لأصدقاء مثلا في المدرسة فمبادرات جميلة جدا طبعا الدولة تقوم بها